نظمت وزارة الإسكان زيارة ميدانية موسعة لوفد من طلاب وأساتذة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا إلى مدينة العالمين الجديدة وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على مراحل تطور مدينة العالمين وعدد من المشروعات التي تم تنفيذها بالمدينة في إطار النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها مصر بعدد من المدن الجديدة نظمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية زيارة ميدانية موسعة لوفد من طلاب وأساتذة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إلى مدينة العالمين الجديدة للاطلاع على مراحل تطور المدينة وعدد من المشروعات التي تم تنفيذها والهدف من الزيارة دي أن نبدأ أن نشوف الناس للطلبة تحديداً هي هدف دور المدن التي تتعمل المدن دي إيه النوعية الاستخدامات التي تكون موجودة فيها إيه الدور التنموي الرؤية بتاعة المدينة الهدف من الموضوع ده أن الناس تنزل على أرض الواقع تبدأ تشوف اللي بيتعمل غير أن أنا قاعدة بس مع آه ده في مدينة العالمين مدينة أبراج لا الموضوع هما بدأنا في الأول بعرض بريزنتيشن للمدينة قلنا إيه المدينة إيه الهدف بتاعها الاستخدامات الأساسية اللي موجودة فيها نسب التنفيذ إحنا إيه المراحل اللي شغالين فيها بدأ ردود أفعال من الطلبة تظهر لا الموضوع بدأ يكون مختلف الزيارة بدأت بتلقي شرح تفصيلي عن المخاطط العام للمدينة متضمنا عرضا عن مختلف المشروعات التنموية التي تم تنفيذها ثم جولة ميدانية لتفقد أهم معالم المدينة من منطقة عمارات الدونتون وأهم معالم المدينة التراثية والممشى السياحي ومنطقة الأبراج والمنطقة الترفيهية كنت فاكرها أن هي مكان مهجور وصاحرة ومفوش أي حاجة خالص غير الأبراج بس اللي بنشوفها يعني وكمان كنت فاكرة أنه مفيش حاجة اشتغلت بس صراحة وجدت هنا تفاجئت أن المكان حتى هنا مش بيشتغل بس ثلاث شهور في السنة زي أماكن كتير لا إحنا يعني استغلنا حاجة كويسة قوي عندنا زي السياحة والكلام ده أن هي بتشتغل طول السنة مدينة كاملة متكملة ويكون مش بس سياحية تكون لأ كمان سكانية وتوفر خدمات وبقى فيها خدمات طاقة وتحليل مياه وخدمات كتير تقدر توفر لناس سكن مش موسمي لأ سكن طول السنة عادي فخورة باللي بيحصل ويعني بجد في حاجات كتير قوي عام كنت شعرف عنها غير لما جيت وشفت فبجد حاجة أنا كنت عايزة أتكلم فيها أنه ليه السوشال ميديا مش مبينة قد إيه يعني كل ده موجود وفي حاجة أن في ناس كتير قوي شايفة أن احنا يعني في السوشال ميديا مسلطين أكتر على الأبراج مع أن دي حاجة أصلا يعني بتبين قد إيه إحنا متقدمين لأن في ناس كتير قوي فاكرة أن احنا ما عندناش الحاجات دي بالنسبالي المدينة مش مجرد أن هي مدينة ناس تيجي تصايف فيها وتمشي بس هو في جامعات وفي مولز وفي حاجات لإنترتيمنت عامة وده غير الخدمات اللي بتقدمها فهي ممكن تبقى مدينة للناس تسكن فيها وتعيش فيها على طول وفيها يعني من تطورات اللي حصل في مدينة العالمين سواء في المناطة السكنية مثل داونتانو والمدينة التروسية والأبراج السكنية فدي حاجة كويسة جدا اللي ممكن تقهل مصر لمستوى عالي جدا ومع نهاية الجولة أبدى طلاب رغبتهم في تكرار مثل تلك الزيارات إلى المدن الجديدة والمشروعات التنموية والخدمية التي تنفذ في زمن قياسي وبجودة عالية بما يحقق جودة الحياة للمصريين